مر بسلام والحمد لله إلا أن هذه القضية تلقي بظلال كثيف على نواية تلك السفرات من تحذيراتها وطريقة التعامل المصرية معها وهو الموضوع الذي نناقشه في هذه الفقرة ورحب بضيفية الكريمين للحديث في هذا الموضوع الأستاذ محمود التميمي الكاتب الصحفي أهلا بيكو أستاذ محمود أهلا بيكو أستاذ محمود أهلا بيكو أستاذ محمود ورحب أيضا مضيفنا الكريم الأستاذ خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية أهلا بيكو أستاذ خالد في البداية حضرتكم شفتوا زي ما أثير من بعض التحذيرات من قبل بعض السفرات أبدأ معكو أستاذ خالد كون حضرتك معني بالملف الأمني بشكل أكثر دقة وتفصيلا مثل هذه التحذيرات هل هي شيء معتد أم أنه في الحالة التي عشناها في الأيام القليلة الماضية لها خصوصية أو من الممكن أن يكون لها دوافع ما يمكن قراءتها ما بين السطور يعني علشان نضع الأمر في نصابه كشيء معتاد أن دول زي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومن تابعهم في تأييد هذا البيان التحذيري اللي خرج من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة بقلنا نحو عامين على مستوى العالم هذه التحذيرات متكررة ليست موجهة إلى مصر بشكل رئيسي هي وجهة يعني هندي مثال رقمي أن في 2016 اللي احنا بنتكلم على عشر شهور من العام 2016 أصدرت الخرجية الأمريكية من 8 إلى 10 تحذيرات من هذا النوع التحذيرات دي الحقيقة ليها مستوات من أول أخف هذه المستوات هو التحذير اللي ظهر أو اللي صدر في القاهرة فيما قبل يوم 9 أكتوبر النهار ده أخف نوع من أنواع التحذيرات أعلى هذه الأنواع يصل إلى مرحلة منع رعاية هذه الدولة من الصفر إلى دولة أخرى وإصدار قرار بأن في حال صفر المواطن الأمريكي إلى دولة مثل تركيا على سبيل المثال وهذا تصريح قد صدر بالفعل أو تحذير قد صدر بشكل رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية إن في حال صفر الرعاية الأمريكيين إلى تركيا فهو يتحمل مسئولية الصفر على مسئوليته الخاصة والخارجية تمنع وتحذر رعايةها من الصفر إلى هذه الدولة حتى إشعار أخر طبيعة التحذير اللي صدر عندنا كان تحذير من الخروج أو التحرك فقط من الخروج والتحرك والتواجد في أماكن التجمعات الكسيفة بشريا وكان اللافت للنظر الحقيقي وهو ده اللي كان أثار شوية الرأي العام المصري والأجهزة المعنية المصرية هو مسألة تحديد يوم بعينه يوم بعينه ده يعني أنت عندك معلومة ما عندك شيء استنت عليه يقيني أو شب يقيني عنه بالضبط بدليل أنك بتحدد يوم بعينه الموضوع بيعكس أولا برضو يعني خلينا في المرحلة المقدمة الموضوع بيعكس حالة قلق عام عالمي على مستوى الدول كلها إن هاجس الإرهاب النهاردة أصبح هو عامل ضغط بتحاول السفرات إنها تدي رسائل تطمين إلى رعاية هي بتعتبر نوع من إصدار مثل هذه البيانات وإراد رقم تليفوني مجاني فيه إن المواطن الأمريكي أو الإنجليزي يتصل بهذا الرقم المجاني إحنا موجودين إحنا بنتابعك محاولة لتسكين من حيث المبدأ عشان أستاذ محمود شاركنا الحديث التمهيدي من حيث المبدأ حضرك شايف أنه ده أمر يمكن قبوله في سياق ما يشهده العالم الآن من بعض التطورات السلية حيننا تحفظات هنخش عليها الزبط لكن هي في السياق العام وفي الإطار العام إلى حد ما هي مقبول أستاذ محمود شاركنا الحديث